هعمل دلوقتي سلطة الجنباري والجرجير المكونات جنباري وسط بالديل متنظف ومتقشر توم مفروم، فلفل حار، جرجير، جزر مبشور، فلفل ألوان وخل هعمل بس درسنج سريع بالسلطة وهحط الجنباري على طول في الطاصة على ما تسخن، ايه سخنة بس مش يعني تاخد وقتها زيت زتون، خل ملح، فلفل وهاخد سن صغيرة من التوم وهكمل التوم هنا كده الدرسنج جاهز معلقة من زيت الزتون حاولوا على قد ما تبدوروا كل حاجة تبقى شغالة في نفس الوقت يعني الصوت المتزكل بس على كورنيشة رشهم الفلفل أسود ورشة ملح خفيفة أوصل بقى الجنباري بس كله يبقى ووصل لقاعدة طاصة عشان إيه يستوي هاخد فلفل ألوان أقطعه بالطول كل ما بنقدر نعمل كذا حاجة في نفس الوقت وقت الطبيق بيبقى أسهل والواحد بيبقى مشغول والحاجة بتطلع مظبوطة طبعاً اللي في الأول لسه بيتعلم بياخد وقته أو بتاخد وقتها بعد شوية هتلاقوا الدنيا بتتزرد أنا هحط قرن واحد بس عشان الفلفل اللحمة ده شاكله حرق قوي نقلب بقى الجنباري ما بياخدش وقت خالص كمان اللي بيكون متقشر بيستوي أسرع من اللي بقشه عشان اللي قش عارة بتحفظ الجنباري من السوا يعني التواجن والحاجات دي يفضل تبقى بقشرها وبتخش الفرد نقلب دي وكده بقيت السخونية اللي في الطاصة هتكمل السوا تمام ناخد بقى الجرجير ساعات بيبقى فيه الأصفر ده يعني لو نقدر نشيره يبقى أحسن بكتير والفلفل الألوان والفلفل الحرق كمان شوية الجزر مبشور طبعا سلطة نستنى عليها شوية لحد لما الجنباري يهدى أنا مش هستنى بصراحة أنا هحط الجنباري على طول كده وارجع تاني قبل ما هحط الدرسينج أقلبوا تقليبة كده سريعة علشان فيه توم تحت وملح وفلفل وارن الفلفل ده خلي هنا كده موسيقى 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 موسيقى